إما هو ببعض حبائي يمشى وبعضي دماء وخرابين فأمرنا طلعوا في الطيارة وطلعوا في هذا الحمد لله السلام عليكم الكشف عن المكان الذي يوجد فيه جسمان الطفل ريان كشفت بعض المصادر عن المكان اللي بيتواجد فيه جسمان الطفل المغربي ريان بعد نقله بواسطة سيارة إسعاف لأحد المستشفيات بعد وفاته وقالت بعض المصادر جسمان الطفل ريان متواجد في المستشفى العسكري بالرباط لتحديد سبب الوفاة الطفل ريان اتوفى بسبب الحادث المفجع اللي أودى بحياته وهو سقوته في البئر وأعرم الملك محمد السادس ملك المغرب عن أحرة عزيه وأصدق مواساته لكافة أفراد أسرة الفقيد في هذا المصاب الأليم الذي لراد لقضاء الله فيه وضع الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكينه فسيح جناته وأن يلهم زويه جميل الصبر وحسن العزاء في فقدان فلذات كبدهم وانتقدت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان غياب الدول الأوروبية والدول الكبرى المتقدمة على عملية إنقاذ الطفل المغربي ريان أورام اللي تسبب بوفاة الطفل اللي ظل عالق في البئر لمدة خمس أيام متواصلة وتوفى قبل أن يتمكن رجال الإنقاذ من الوصول إليه وانتقد المتحدث الرسمي للمنظمة زيدان القلائي كافة الدول الأوروبية لعدم مشاركتهم في إنقاذ الطفل المغربي ريان بأساليب متطورة منذ اليوم الأول للواقع لأن ده كان هيسهم في إنقاذه من الموت وأشادت المنظمة بجهود الحكومة المغربية والسلطات المغربية وفرق الإنقاذ فعملية إنقاذ الطفل وتقدمت بالتعازي لأسرة الطفل وللشعب المغربي وأشادت المنظمة باهتمام العاهل المغربي جلالة الملك محمد السادس بقضية طفل ريان من البداية والتوجهات الملكية بضرورة إنقاذ الطفل وتقدم عبداللطيف وهبي وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة بخالص تعازيه في وفاة الطفل ريان الوفاة المالية بعد أن سقط في بئر في جماعة تمروت في إقليم شفشاون والوهب في تدوين له على صفحته الرسمية في موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ببالغ الأسى والحزن تلقينا نبأ وفاة الطفل ريان بعد خمسة أيام من الجهود المبزولة من قبل السلطات العمومية لإنقاذه وآل وزير العدل في تدوينته أيضا بهذه المناسبة الحزينة أتقدم لوالدي وعائلة الطفل ريان بأحر التعازي راجيا من العلي القدير أن يرزقهم جميل الصبر وحسن العزاء وإن لله وإن إليه راجعون وتفاعل المعلق الجزائري حفظ الدراجي مع وفاة الطفل المغربي ريان أورام وعبر الدراجي عن تأسوره الشديد بعد وفاة الطفل ريان وقدم تعزيه لعائلة الفقيد وللشعب المغربي كله وجاءت رسالة الدراجي في تغريدة عبر حسابه على تويتر أل فيها توفى ريان بعدما أحيى النفوس وجمع القلوب على مدى مئة ساعة صارع فيها الحياة وحيدا في قاع بئر مظلم لكي يسخر الله لك الملايين من الناس يهتمون لأمرك ويحزنون لفراقك يجب أن تكون ريان لم تكن ابن أمك وأبوك بل ابننا جميعا رحمك الله وألهم زويك وكل الشعب المغربي الصبر والسلوان وذكر صحفيون تواجدوا في موقع البئر اللي توفى فيه الطفل المغربي ريان إن الطفل مات قبل إنقاذه من البئر وإنه كانت هناك شكوك بشأن حدوث أمر ماء له قبل إنقاذه بيوم لكن تم استكمال الإنقاذ مع التمسك بأي عمل له قبل أن يتأكد الفريق الطبي اللي دخلوا من وفاته رسميا ليتم إخبار أسرته وقال عادل أزوبيري مراسل قناة العربية في موقع الحدث إنه كان هناك اجتماع مطول قبل إخراج جسمان ريان بين والد منطقة ووالده ومن المرجح إن في هذا الاجتماع جرى ترتيب أمور مع العائلة لاستكمال عمليات الإنقاذ وأضاف حتى لو أعلن فرضا وفاة ريان الرأي العام المغربي كان سيطالب بالجسة والحقيقة إنه السلطات المغربية استكمالت جهود الإنقاذ موفرة كل الإمكانيات وأوضح مراسل قناة العربية أن عائلة ريان كانت متمسكة بالأمل وأن والدته تحت تأثير الصدمة غابت عن الوعي ووضح إن عائلة ريان قاروية جبلية متواضعة ويسكنون قرية جبلية نائية بعيدة وروا الصحفي المغربي على الهواء مباشرة توافق ما ذكره الكاتب الصحفي المغربي أحمد ويزان في بس مباشر على قناة العربية ووضح إنه قبل إنقاذ الطفل ريان بيوم سأل عدد من الصحفيين المتواجدين في مكان الحدث شخص وقال لهم إنه هو المسؤول عن الخلية الإعلامية المسؤول عن الحفر وسأل عدد من الزملاء عن حالة ريان ورفض الإجابة وأضاف إحساس الشخصي قلت إن مدام هذا المسؤول لم يعطي توضيحا عن حالة ريان فإنه لاك أمر ما يحيط بحالته وذكر الصحفي محمد سعيد السوسي في بس مباشر إن تحركات عناصر الإنقاذ والفريق الطبي كانت بتشير لوفاة الطفل ريان وأضاف السوسي إنه تم نقل والد ووالدة ريان إلى سيارة إسعاف قبل إدخالهم نحو النفق وأعتقد في النفق تم إخبارهم إن ريان فارق الحياة وأوضح إنهم حينما خرجوا من النفق كانت والدة ريان منهارة وتبكي وتزرف الدموع وأشار إلى أن المسؤولين كانوا يتحركون بشكل سريع ويطوقون المكان مضيفا أكيد إن خبر وفاته كان قد وصلهم قبل اللحظات الأخيرة وقال إن الصحفيين كانوا يتساءلون عن سر تأخر الفريق الطبي في الخروج بعد جسمان ريان يبدو إن الفريق تأكد من وفاة ريان لذلك تأخر في الخروج بعد أن أخبر السلطات بهذا الأمر ما فاتتش دقائق من إعلان وفاة الطفل ريان المغربي حتى عوض الله الأمة الحزينة على الطفل المغربي بريان آخر في فلسطين وأعلن الشاب حمزة منصور من قرية ديرا بزيع غرب رمالة إنه رزق بطفله سماه ريان تضامنا مع قضية الطفل ريان المغربي وتخليدا لذكراه برغم الحزن على وفاة الطفل ريان رحمه الله تعالى لكن مأساته وحدت الأمة وذكرت الجميع إننا أمة واحدة تتألم لمصاب كل واحد فيها وتوحدت قلوب المسلمين والوطن العربي كله على قلب رجل واحد بعد أن ظلت على طول خمسة أيام يتلاحمون ويتضامنون بالدعاء والصلاة والتوجه إلى الله بالدعاء أن ينقذ الطفل الصغير من غياه بالبيع والموقف العظيم هذا يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمة وكذلك بالآية الكريمة في كتاب الله تعالى من سورة الأنبياء إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وسقط الطفل المغربي ريال في حفرة مائية جافة في غفلة من والده الذي كان يهم ببناء سقف عليها قبل أن تتوالى محاولات الإنقاذ سواء من خلال إدخال متطوعين إلى الحفرة وهي العملية التي باءت بالفشل نظراً لضيق قطرها أو من خلال عمليات الحفر الأفقي بالموازاه مع الحفر وإنفجرت مرسلة كولات الغد إكرام الأزرق في البكاء الهستيري أثناء بسها نبأ وفاة الطفل ريال بعدما أضى خمسة أيام عالقاً في بئر تحت الأرض بطول 32 متر في شفشاون في المغرب تضامن عربي وعالمي دول تعزي المغرب في وفاة الطفل ريال الكاهرة خالص العزاء للمغرب الشقيق ونحن دائماً معكم الإمارات خالص العزاء للمغرب الشقيق والإنسانية جمعها المملكة العربية السعودية نعزي أسرة الطفل ريال والقيادة والشعب المغربي الشقيق رئيس البرلمان العراقي الطفل ريال عنوان لملحمة إنسانية الرئيس الفرنسي نشارككم حزنكم وظهرت أسرة الطفل المغربي ريال في مشهد مؤثر عقب تلاقيها خبر وفاة ابنها بعد أن أمضى خمسة أيام عالقاً داخل بئر على عمق 32 متر تحت الأرض وبعست النادي الأهل في الإمارات وقف الدقيق أحداد على الطفل ريال قبل بداية المران ترجمة نانسي قنقر